كتب القدر حياة جديدة لكن هذه المرة أرادها أن تكون لروحين في جسد واحد ما بين قوسين لا يفترقان أبدا فهل يفعلها القدر ويغير العنوان أم يترك القصة للأجل لنتابع مشاهدنا قصة توأمين قبل ثلاثة أشهر من الآن ولد توأم متلاسق صفاء وشفاء وهي حالة نادرة الحدوث أنا أم صفاء وشفاء التوأم المتلاسق في البطن عندهم زوج قلوبهم متلاسقين والكبد أيضا راني نعاني معهم في تربيتهم صعيبة بزيف كما نعرف هذه الحالة نادرة على المجتمع والي كأنا كأم نشوف بناتي هكذا يتعذبوا قدامي هذه حالة إنسانية لإنسان يشوف حالة كما هذه رح يتأثر بها كثر وكثر أم تعيش في دوامة من الحيرة والقلق على مصير بناتها مما جعلها تدخل في أزمة نفسية نطلب من المحسنين نطلب من وزارة الصحة نطلب من الرئيس الجمهورية السلطات المعنية يتحركوا في أقرب وقت ممكن راني نعاني والله نعاني نشوف بناتي كما هكا أنا عيانة نفسي تعياتي لا يلا الله محمد رسول لا يعرف الوالدين إلى أين يتجهان أو ما الذي يجب تصرف به في هذه الحالة الصعبة ما كاش اللي وصلنا لهذا الشي ما كاش اللي وجهنا باش يشوفوا الحالة هذه نحن ما عرف ناش نعوين راهم يقولون نرأنا نروحهم بصح ما كان حتى ردة فعل نحن ماذا بينا ماذا بينا يشوفوا فيهم في أقرب وقت ممكن الحالة راها غير زيت تصعاب وراها الحالة تعهم غير زيت تدهور الوقت يمر وهذا ليس في صالح التوأم وذلك لوجود إمكانية فصلهما مع أمل الحفاظ على حياتهما ندأتنا للسلطة معنية وزارة صحة رئيس الجمهورية سيد عبد المجيزة تبون يشوفوا في هذه الحالة بعين الاحتبار وإن شاء الله هم يطولوش علينا في الإجابة تاهم أنه حالة تاهم صعبة شوية وما تلزمش بش تطول أكثر من هكذا هو نداء للسلطات المعنية بالأمر للنظر إلى هذه الحالة وإيجاد حل سريع لإنقاذ روحيني كتبت لهم الحياة